أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من السيطان الرحمن الرحيم أصحب أن محمد رسول الله 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 و刘ه بأنوار اليقين ومشط جوارحهم لقاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتواليك كل حين ونستعينه ونظافره من ظنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يا أيها الناس يعلموا أن الدنيا وما فيها خيال وصراب وأن ما فوق التراب تراب فقوم أشربت قلوبهم حب الدنيا فاشقلوا عن التزود للآخرة باللوات والأغيار وعكفوا على طلبها وجمعها على النهار وقوم ملحت قلوبهم بالمعارف والأسرار وفتحت منهم البصائر والأبصار فصمهوا قوله تعالى إنما هذه الآيات الدنيا متاع وإن الله آخرة هي الضال القرار فتوجهت إمامهم إلى إدامة الإستفار وتصبيه إصراء وحمده بالعشي والابكار ولا زمن بيوت الله في أرضه لقوله في حديث القرسي إن بيتي في أرض المساجد وإن الزوار فيها أمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته زم سالمي في بيتي فحق على المسهور أن يكرم الزائره الحمد لله لا إله إلا هو لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه جل الله ولانا اختار نبينا محمد مستوى وفاح من غزوش اختزاسي ووفا صلى الله وسلم عليه وعلا آله وصحبي وكل من وعلا ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا أيها الناس إن أول ما يحاصب بالعبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلها السائر عمله وإذا فصدت فصد السائر عمله فأي أم الطاعات وصيد القرباء لا تقبل قربة إلا بعد قبولها ولا ينظر للعبد في فريدة ولا نافلة إلا بعد التمامحة بفصولها فأعظم بها من عبادة ينادي العبد فيها مولا وناهيك بها من طاعة تكفر بها ما تخلل بينها وبين أختها من ظنوب العرض وقطايا فأقيموها أعانكم الله في أزنانها المؤينة وأوقاتها ووفوها حقها من اعتدال والطمانينة والصحه عقدها بالإخلاص والقشوع والسكينة وفقنا الله وإياكم للطريقة المثلى وألهمنا جميعا لتدبر ما علينا من القرآن يطلى وقفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر أسحد أن لا إله إلا الله أسحد أن محمد رسول الله حي على السلاة أي على الفلاة قد خامر السلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولفي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنحمت عليهم وغير المعضوب عليهم ولا الضالين صب يسمى ربيك اللعلى الذي خلق فصوه والذي قدر فهدي والذي أخرج المراه وجعله قفاء نحفي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر وما يخفي وليصرك للسر فذكر النفاعة الذكر سيوكر من يخش ويتجنبها الأشقى الذي يصدى النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحي قال حمن تزكي وذكث مربيه فصل وتوصي من الحياة الدنيا ولا آخرة خير وأبقى إن هذا الذي صحفي الأولى صحفي إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله ويحب هبنا ولك الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أحمت عليهم وإلي المعبوب عليهم ولا الضالين أهل تلك الحديث العاشية جوه يوميس عاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاملت بسقى من عني آلية لس لهم طهام لا من طريق لا يزمن ولا يعي من جوه وجوه يوميس ناعمة لسائلها راضية في جنة عالية لا تصمو فيها لاغية فيها عينجالية فيها صرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارف مصفوفة وزرابي مرثوثة أفلا ينظرون إلى دبل كيف خلقت وإلى السماء كيف أرفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سكحت فذكر إنما أنت مذكر لستعليهم بمسيطة إلا من تولي وكفر فيعظبه الله الأذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حصابه الله أكبر سمع الله لمن حبي هبنا ولت الحب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا